السلام عليكم نظامي عشاق القضايا البوليسية مرحبا بكم معايا فيديو جديد وقضية جديدة قضية اليوم غادي تكون قضية مغربية وغادي تكون مدينة القنيطرة غادي تبدأ القصة من غادي يشمو الجيران في واحد العمارة ريحة قوية جاية من الشقة دي المولة الدار غادي يتصلوا مع الأخ ديالها وهدي يجي بدوره بسرعة غادي يفتح باب الشقة وتماك غادي يلقى كارثة كبيرة يلقى الأخت دياله هارقة في دمها والرائحة كريهة بزاف الأخ شايف دك الشي وما دخل للدار باش ما يبعطرش معالم الجريمة بلغ الشرطة بالواقعة اللي يجاوا بدورهم بسرعة لعي المكان وبدأوا المعاينة الأولية شكل هي الضحية وعلاش وكالات شي كله واش هاد الجريمة جريمة عندها علاقة بالسرقة أم تصفية حسابات على بركة الله نبدأ قضية اليوم وقبل ما نبدأ القضية ما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد وما تبخلوش علي بالإعجابات ديالكم إلا شفتوني كانت تحق نبدأ قضية اليوم على بركة الله نبدأ قضية اليوم على بركة الله قضية اليوم غادي تكون مغربية وغادي تكون مدينة القنيطرة غادي تبدأ الأحداث في سنة 2012 موحد العائلة اللي كانت متكونة من أربع أفراد الأب الأم البنت سلماء والإب الحسين هاد العائلة كانوا ميسوري الحال الأب كان تاجير كبير معروف في مدينة قنيطرة عنده محلات ديال بيع الشراء في الخبازة وعنده عقارات يعني السيد كان مرتاح ماديا هاد الوليدة ديالة السيد سلماء والحسين كانوا مرضيين ومهديين مقابلين قرأتهم وداخلين سقراسهم من دراسة للدار ومن الدار للدراسة واحد منهار الأب والأم شاول الدار البيضاء معروضين وهما راجعين تقلبت بيهم الطموبيل وماتوا سلماء والحسين بقوا بحدهم في هاد الدنيا لحنين لرحيم المهم الحسين كانت عنده ديكساء الماستر دياله أما سلماء فكانت في الباكالوريا الحسين جمع راسه وتحمل المسؤولية اللي كان هزهاء لاباه قابل المشاريع ديالهم باش يقدر يعيش ويعيش خطو معاه الحمد لله الاخوت كانوا مفاهمي من بعد الحسين خدر الماستر دياله توظف ومشى المدينة الدار البيضاء وتم تزوج وبنحياته أما خطوه فبقات في قناترا هاد الراجل كان حقاني كان كياخد شوية من الورد ديال بباه وكيعطي الخطو شوية سلماء بقات عيشة في الدار ديال الوليدين اللي كانت عبارة عن ثلاثة طوابق كل شي كان خاوي كانت هي عيشة في طخوة زيامي طاج اقترح لها أخوها تكرت طوابق الجوج وتستفد من الكرة ديالهم وفعلا ذك شي اللي كان وافقات على الفكرة وكرات الطوابق كرات الطابق الأرضي الوحد الفرملي وهو بعائلته والبرومير يطاج كراتو الوحد الأستاذ والدوزيامي طاج بقى خاوي أما تخوة زيامي طاج فكانت هي اللي عيشة فيه الحمد لله الأمور كانت غاديم زيان دازت مدة على هاد الوضع كان عند سلماء واحد صديقة ما كتحييتش من عندها من بعد غادي يبقى واحد الحادث غريب سلماء ما بقاش باللي هالأطر مدة أسبوع صاحبتها اللي كانت اسميتها فاطيمة جاءت تقلب عليها عيات ما تضق في الدار وحتى واحد ما كيجوب سولات ملحانوت والو حتى هو قال لها أسبوع هادي ما بقيت شفتها ما بقيت تقدات من عندي من بعد جاء الجيران اللي كاريير يوم سلمة حتى هو ما عند البقال كيسولو عليها قال لهم ما راني شي أسبوع هادا ما شفتاش ومعهم ما رخدات ما عندي شي حاجة الأستاذ سول جاره وقال ليه واش ما كتشمش واحد الريحة مجهدة في الدار قال ليه الجار دي هالو اه حتى أنا كنشمها ما خليت ما درت سيقت بجافيل درت البخور ووالو ديك الريحة قهراتني في الدار ملحانوا تسولهم اش من ريحة هاداك جاوبوه الجيران قالوا ليه واحد ريحة قوية بحر ريحة شي حيوان ميت وربما شي حيوان خلتوا سلمة في دارها ما تعطى ديك الريحة هكاك ملحانوا تقال ليهم خاصنا نعلمو اخوها خصوصا انها كتعيش بوحدها فعلا ذاك الشي اللقاء تصل ملحانوا بالأخ ديه سلمة الحسين وقال ليه راه اختك اسبوع هادي ما بقعنا شفناها والدار راه مسدودة وواحد ريحة قطعي من الشقة دي لاختك راه خنقات جيران ضروري ريحة تجي وتحل الباب ربما تكون واقع شي حاجة في الدار لاختك السيد بسرعة شط موبيلته وجل ندينة الدار البيضاء مش هدي ريكت للدار حلها بالساروت منينفتح الباب ديه الشقة لقى مصيبة كحلة مصيبة بما ليك كلمة منعنا لقا اختو غارقة في دمها ومنفوخة بحلها مدة هادي باش ماتت الاخ بدك يغوت وجاو الجيران كيجريو شافوا الواقع بتاواحد فيهم مدخل الشقة وما باطر معالي من الجريمة علمو الشرطة اللي جاو العين المكان بسرعة بدأوا المعاينة الاولية لقاوا ان الضحية طلقت قريبا 12 طعنة على مستوى الجسم بكله من بعد بدأوا كي يبحثوا في الدار مش هوا البيت النعاس لقاوا كله مكركب والحويج طيحين في الارض هنا الشرطة تأكدوا ان هاد الجريمة لربما تكون جريمة بدافع السرقة تعلمت النيابة العامة بالامر من اجل تشريح الجثة ومعرفة ملابسات القضية بدأوا تحقيقات ديالهم مع الاخ اللي كان مصدوم ومعطاهم حتى شي معلومات تفيدهم من بعد بدأوا التحقيقات مع الجيران بدأوا مع الاستاذ وصولوه واش ما سمعتوه شي غوات او اللي شي حركة غير طبيعية عند هاد السيدة جاوبهم الجيران انه ما سمعوه له حقه مع الفرم اللي حتى هو الفرم اللي اعطاهم واحد المعلومة اللي كانت مهمة قال للشرطة ان هاد المرحومة كانت عنده واحد صاحبة انتيم مكتفرقاش كانت كانت شعدة ديما ديما خارجة دارها وديما داخل دارها وزا تأكد هاد الجار انه هو واحد النهار وهو راجع من الخدمة مع الطل شوية اه طلقى واحد الشخص كان نازل مع الدروج كي يجري وهاد الشخص كان لبس قبية كحلا ومغطى راسه قال ليو مراني مشتش وجهه ولا ينرا شخص طويل وعامر ولا بس قبية كحلا وحادر راسه حدو قال لي السلام ونزل كي يجري اكد ليو مات الجار انهم عمرو شف هاد السيد ولا ينه هو ما متأكدش منينا بلاسه اخرج واش من عند الجار الاستاد اولا من عند المرحومة سلمة سولوا الاستاد على هاد الواقعاء وجوبهم بالنفي المهمة استاد را ما تيعرفش هاد السيد اذا هاد السيد كان خارج من الدار ديال سلمة السؤال المطروح هنا واش هاد الشخص المجهول هو المجرم وعند من كان في العمارة الله اعلم المهم الشرطة ركزوا البحث على هاد السيد المجهول واش كون هو واش كون هو عذا الراجل الغامض الشرطة سولوا الجيران على سلمة واش كان عندها شي خليل واش كتعرف شي راجل ولا كتدخل عندها شي راجل الجيران كلهم اكدوا ان سلمة بنت معقولة ومربية وداخلها سقراسة وماشي من هاد النوع وعمرهم شافوها دخلات اولا خرجات شي راجل بضاء من بعد مدة لوقوع الجريمة خرجت تقرير طيب الشرعي اللي غادي اكد ان الضحية اخدت كتر من 12 طعنة على مستوى الجسم كله وان القفل ديال الدار ما كانش مكسور يعني ضحية حلت الباب الجاني واكد تقرير كذلك ان السيدة ما تعرضتش الاعتداء الشرطة ارجعوا يحقوا مع الاخ من جديد من بعد ما تهدن من هول الصدمة سولوه واشغتك كانت عندها شي فلوس في الدار جاوبهم اه كانت عندها الفلوس ديال الكرا كانت دائما كتحطهم في الماريو زائد سامسونيت ديالها ديال الدهب هاد المعلومات كانت مهمة بنسبة للشرطة يعني السيدة كانت عندها الفلوس في الدار وتسرقات من بعد سولو واش عمر اختك اه صار حاتك واش عندها شي علاقة ماشي حد وكان باغي تزوج بها او كانت باغي يخطبها ممشي حاجة من هاد القبيل جاوبهم ايه مؤخرا كانت قاتلية راها هي وحد السيد اه ما عارفين وباغي يجي يخطبها من عندي هاد السيد اسميته فلان فلاني اه اللي كانت عنده اه القهوة الفلان فلانية المهم اه الاخبار كلها غاديت القهوة عند صاحبتها فاطمة حيش هي اللي كتعاود لها كل شي المهم الشرطة استدعوا هاد صاحبة اه سلمة وجابوها باش يحقوا معاها سولوا هاد فاطمة وقالوا لها اشنو علاقتك بالمرحومة قلت لهم انا يا انا والمرحومة ما كنا صاحبات احنا كنا اخواتات الدرجة انها كانت مرضات وكنت كان جي نطلع عليها ونشوفها شنو خاصها وكانت تعطياني السورت ديال الدار حينتاش كتبقى تحليه وكنت ما عنداش القدرة باش تبقى تحليه كانت كتلو حليه السورت وقال لي خلي عندك هات السورت باش بقيت جي تحلي بهم الدار وطمأنع لي مرمع المهم انا والمرحومة احنا كنا اخواتات الروح بالروح قالوا لي ها انت كنت عندها اخر مرة قلت لي هم كنت عندها نهار فلان فلاني وهذا النهار كانت كتهضر مع عزيز مول قهوة اللي كان بغى يخطبها المهم الشرطة عمقوا معها البحث وتأكدوا ان ما عندهاش حتى علاقة بالجريمة تلقوا الصراح ديالها من بعد جابوا هادك السيد عزيز مول قهوة وبدوا معها التحقيقات سولوا فين كنتين هار وقوع الجريمة قال لي مو كنت خدام وراه الكاميرات يأكدوا ذلك فعلا قلبوا الكاميرات ديال القهوة ولقوا السيد كيقول الحقيقة وقت وقوع الجريمة كان السيد خدام هنا الشرطة وصلوا الباب مسدود رجعوا من جديد عند الساكنة اللي قراب لدار المرحومة وبدوا التحقيقات ديالهم من جديد هاد المرة بدوا التحقيقات مع ولاد الجيران ربما يكونوا شافوا شي حاجة جديدة تفيدهم في الموضوع فعلا مشوا عند شي شباب كانوا كيوقفوا بزيار حدموا الحانوت تما كسولوهم الشرطة على سلمة هنا هاد الشباب غادي يعطيوا الشرطة معلومات جديدة ومعلومات مفيدة ألا وهي ان سلمة كانت عندها علاقة مع واحد الشاب وقتعت معاه من بعد تعرفت على هاد عزيز ومدة هادي ما بقينا شفناها حتى المدة تقريبا واحد الأسبوع هادا شفناها واقفة مع واحد دري فراس الدرب هادا كدري كان دير لابس قبية كحلا وديرها مغطي راسه هاد المعلومات كانت مهمة بزاف وحاولوا وربطوا هاد المعلومات بالمعلومات اللي يعطاهم الجار الفرملي اللي قال لي هم على السيد اللي ينزلك يجري من الدروش ولابس قبية كحلا ومغطي راسه من بعد اعطوا الشباب النعت ديل هاد الراجل والمواصفات اللي قالوا جابوا الشرطة الصديقة فاطمة وصولوها على هاد الشاب قاتلهم اه كان عارفوا هادا سامير اللي كان العاشق ديل سلمة من ايام الباكالوريا من بعد ما بقوش مفاهمين وتفارقوا من بعد شنو غديوقاه مشاو يبحثوا على هاد العاشق المجهول ديل سلمة لقوه وجابوه يبحثوا معاه سولوه وش كتعرف سلمة فلان فلانية جاوبهم اه كان عرفها كانت كتقرة معايا وكنا اصدقاء مجرد اصدقاء دراسة وراني عرفت مؤخرا انها توفات سولوه فين كان نهار وقوع الجريمة جاوبهم كنت في الدار لكن بعد ما مشاو عد الوالدين ديالو وستجوبهم بوحدهم اكدوا الوالدين ان ولدهم ما باتش هديك الليلة في الدار من بعد واجهوه الاقوال ديال الوالدين ديالو زيروا معاه البحث والسيد نهار واعطار فليهم بكل شيء والقصة كانت كالتالي قال يوم انا سلمة كنت كان عرفها مدة هادي من التانوية وكانت بغيها بزاف ما كناش كانت تفارقوا من بعد السيدة ما بقيتش عينها فيها وقالت لي خصنا نتفارقوا وشنو السبب ما عرفتش علاش فعلا تفارقنا وبقيت كان نراقبها من بعيد حتشفتها معمول القهوة كانت تخرج معاه كانت ضحك معاه وانا يا تعصبت ومقدرش نستحمل ذاك المنظر جيت عندها للدار وصونيت عليها قلت لها غادي تنزلي ولا غادي نشوهك في الدريبة السيدة خفت من شوها ونزلت حلت لي لتحت وطلعنا بجوش في الدروج دخلت حلت الدار دخلت وعطتني بالدار وهي كتحل بساروة الدار وكتدخل هزيت واحد جنوية وبديت علاها الطعانات في الدار حتى طاحت وبقيت كان نخرج فيها وما عقلتش على راسيه اشنو كندير حينتش انا مقدرش نستحمل الخيانة ديالها ليا خصوصا واننا احنا 4 سنين واحنا معارفين وانك تكن بغيها بزاف وكنت باغي نتجوج بيها المهم شي تكن قلب في بيت نعاس باش ندير تمويها للشرطة باش يصحبوا ان شي حد دخل يسرقها وفعلا جيت كان قلب في بيت نعاس وقيت الفلوس والدهب هزيتهم تسنيت حتى ما قيت سمعتش الحس في الدروج وانزلت كنجري سولوه الشرطة فينا هم هالفلوس وفينا هو الدهب قال لي هم الفلوس والدهب راني خليتهم عن صاحبي اللي ساكن في البلاسة فلان فلانية السيد اعتار في الجرم المشهود وتقدم المحاكمة هو صاحبه صاحبه تحكم عليه بخمس سنين وهو اعطاه المؤبد نهاية القصة غادي تكون هنا غادي ناخد عبرة كبيرة من هاد القضية وهو ان العلاقة الغرامية الماية عاك تأدي للهلاك الواحد اللي بغاك يجي تقدم لك الزواج وما تطوليش في علاقة الى ما كنتيش ناوين في هال معقول المهم نتمنى تكونوا خديتوا العبرة من هاد القصة والى قضية جديدة بحول الله الى الملتق